ويجب أن احنا لو حبينا ربي أولادنا على قيمة المسئولية تعالوا نقول لهم نعمل شوية حاجات نبني في نفس أولادنا الثقة واحترام زواته وعدم التهوين منها وتلاقي الأولاد منتجين وعندهم قدر من الاتزان الداخلي وبيحبوا الحياة وأقل عرضها لبعض الاضطرابات النفسية زي الألق أو الإحباط ويمكن في بعض الأحيان يوصلهم للهروب لإدمان مثلا السوشيال ميديا للهروب من الأعباء اللي عليهم أو الألعاب الإلكترونية على سبيل المثال تعالوا نوقف هنا شوية ما في بيت دلوقتي إلا وكل واحد بيحشتكي أن ابنه دخل الأوضة وقفل عن نفسه وبيلعب بالاستيشي أو بيلعب في السوشيال ميديا أو الوقت رأي يحملنه كله عارفين ليه؟ أولادنا بيهربوا من الأعباء اللي احنا قاعدين نكلمهم عنها مستقبلك وحياتك ومش مدينهم فرصة أن هم يعملوا الخطأ ويعملوا التصويب ليه واحدة واحدة ما تكلموش أولادكم عن مسئولية على أن هي أجبال على أن هي هم إنتوا نفسكم لما تيجوا تعودوا مع أولادكم إحنا محتاجين إحنا نفسنا نتغير لازم نعرف أن المسئولية شرف إحنا بدون المسئولية الراجل مش هيبقى راجل والست مش هتبقى ست إحنا بدون المسئولية لا قيمة لنا المسؤولية هي إن إحنا فعلا بنأدمين جوانا ضمير بيخلينا نعمل الحاجة بحب بيخلينا نعمل الحاجة وإحنا عارفين إن الحاجة دي لها أثر حقيقي في حياة الناس حتى لو إحنا ما شفناش الأثر ده زي ما حظت النبي صلى الله عليه وسلم قال شوفوا المسؤولة بتعمل إيه إذا قامت القيامة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها 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 ليه عشان هو مسؤول عن أعمار الأرض يبقى تعالوا نعمل شوية إجراءات مع أولادنا شجعوا أولادكم أثناء أداء مسؤوليتهم زي مسؤوليتهم من دراسية مثلا شجعوهم وإذا عملوا حاجة كويسة إسنوا عليهم وإسنوا على محاولاتهم وساعدوهم يعرفوا مهاراتهم ومدحوا الحاجات الحلوة اللي بيعملوها ولو كانت خطوة في التجاهة الصحيح تاني حاجة خلوا الأولاد يقوموا بأدوارهم مسؤوليات في البيت يعني ليه إحنا نقعد نعمل كده بس بالله عليكم لما تيجي الأم تقول لي بنتها تعالي يخسر الموعين بلاش بالطريقة أنت إنسانة فشلة لا أقول لا لا تعالي نقسم الأدوار بنا لأننا حاسة أنت أنا وانت على قدم المساواة أنا وانت بنحب بعض ده هيتناسب جدا 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 مع الأجيال الجديدة وخاصة جيل زي جيل زد هو بيحبوا أن هم يكونوا مسؤولين معنا لما تعملوا كده هيحبوكم الأولاد ويعيشوا معكم زي ما بنقول مش بس قادة إن كبر ابنك خوي هو عبد زيك مكلف أمام الله سبحانه وتعالى فكمان نساعدوه مع ده كمان حاجة مهمة جدا 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 تعالوا نتكلم في أوقات كتيرة على إن إحنا إزاي ممكن نصنع حياتنا مع بعض نصنع حلمنا مع بعض البيوت لو الأهل بيتكلموا مع أولادهم عن الحلم صاحب الحلم مسؤول بذاته أي حد عنده حلم أي حد بيحب المستقبل أي حد عنده نظرة جميلة وبيحاول بقدر إمكان إن هو يصل إلى حلمه بيكون مسؤول آخر حاجة لو سمحتم خلوا عنكم على مميزات أولادكم ومميزات أولادكم دي لازم تفعلوها لما تلاقي ابن شاطر بشكل كبير جدا جدا في الرسم حاول تخليه يفعل هذه القيمة القيمة دي مش حاول تخليه يفعل هذه المهارة مش بس المهارة دي هتخليه شاطر في المهارة دي لكن هتخليه مسؤول شفنا كتير الناس بتحب الغناء بتحب الموسيقى بتحب الإراية النتيجة كانت إيه؟ إن هم أصبحوا مسؤولين لما الناس دعموا فيهم هذه المسألة إنه بيحس إنه هو أصبح عنده قيمة فبيصبح عنده مسؤول خلوا أولادكم الحاجات الحلوة اللي فيهم يفعلوها ويشغلوها في أشياء كتيرة جدا جدا ومدحوها ويستمتعوا معهم بدا أولادكم هيصبحوا عندهم مسؤولية المسؤولية يا سادة مشتركة بيننا كلنا المسؤولية مش بس للمسؤولين المسؤولية لكل بشر عايزين حاتهم تبقى منورة بأنوار رب العالمين ربنا جعلنا مسؤولين عشان يهيئنا إن إحنا ننظر إليه ونراه على الدوام الإنسان المسؤول هو في الحقيقة دايما بيكون مع الله سبحانه وتعالى في حال الوصول يا رب وصلنا وإننا دايما نقوم بمسؤولياتنا بمددك وبحولك وبقوتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين تبقى منورة